اللهم لك الحمد بالمحامل كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ولك الشكر على ألائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد في السراء والضراء لك الحمد في الشدة والرفاء لك الحمد في الدارين لك الحمد في الحالين ولك الشكر في الدارين الحمد لك والمنة لك والفضل لك لا نحسي ثنان عليه اللهم ارحم في هذه الدنيا قربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الريان في الجنة بابنا واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم جارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وزميع صفتك ما رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاصعا ورسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعقم عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجعيمها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وغوافقة محمد صلى الله عليه وسلم فيها على جنات الغل اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سرنا السلام ونجنا من الظلمات إلى المر وزنبنا الفواحش ما ضرر مما وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأسواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة زوية ومرد غير مخزم ولا فاضح اللهم رضنا بما قضيت لنا وعافنا فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل اللهم اغفر لنا قنوبنا ومسع لنا قلوبنا طيب لنا كسكنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تبثب قلوبنا إلى سيء صرفته عنها اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن دار السوء في دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين واجعلهم طاهرات عفيفات بربه النطائعات ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابيات مختديات آديات مهديات غير طالات ولا مغلات برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين إلهنا عز جارك وجل فناه وتقدست أسمعه ولا إله غيره اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا يا قاضي الحاجات يا سميع التعوات يا رفيع الدرجات يا مطيل العفو يا مقبلا العثرات أغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وسكها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعود بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومن مس الدر ومن ضيق الصدر ومن هنون الفقر ومن عذاب القبر ومن علينا يا مولانا بدوام العافية والسد اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم لا إله إلا الله عدد ما مسى فوق السماوات والأراضين وجرج والحمد الله الذي بيديه مماتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نضرق بابك ونستمتر رحمتك هذه نماصرنا الخاطئة بين يديك وهذه أيدينا لم ترفع لغيره وهذه زباهنا لم تسجر لغيره يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريره ولا يهدك الزد يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة ما عصينا كيف عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا لعذابك مستخفون ولكن سملت لنا أنفسنا فضرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بزهل وخالفناك بزهل ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المبارك جئنا ببابك مذنبين فاخفرنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاقفل توبتنا يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأسواجنا وأولادنا وأحبابنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآباء واكتب لنا ممن يوفق لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد دوحة للأم والإيمان ومأرزا للمؤمنين اللهم احفظ بلدنا هذا من غوائر الهرهاب واجعل كيد المرج في نفي تباب اللهم إنا نعود برضاك من صخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ما نحسي ثنان عليك أنت كما أبنيت على نفسك وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين